ننتقل الآن إلى حل المساء المساء الأولى تتألف دارا مهتزي من مكثفي إذا طبق بين لبوسيها فرق في الكمون 50 فولت شحن كل من لبوسيها طبعا بالشحن هلأ أعطيكم قيمة شحن اللبوسين ثانيا وشيعة طولها 10 سنتيمتر وطول سلكها 16 متر بطبقة واحدة مقاومتها مهمة والمطلوب واحد احسب تواثر الاتزازات الكهربائية المارة فيها بدي التواثر يعني اف لذلك منحسب الدور ومناخد مقلوب ونحسب التواثر الطلب الثاني احسب شدة التيار الأعظم المار في الدارة طلابنا بالنسبة لحل هذه المسألة أنا راح للكونيها أعيد المكثفي دارة مهتزي مؤلفي من مكثفي وشيعة طبعا نعم دارة مهتزي مؤلفي من مكثفي طلاب معلومات المكثفي فرق الكمون خمسين فولت يو وشحنة كل من اللبوسيها كيو تساوي نص ميكرو كولون نص ميكرو كولون هذه المكثفي ووشيعة عبيعطيني الطول الوشيعة واحمتك وطول سلكها الفتحة ستاش متر طول سلك الوشيعة طول الوشيعة وطول سلك الوشيعة إذن الطلب الأول احسب التواتر طلب الأول احسب التواتر طلابنا التواتر F0 يساوي واحي على T0 لذلك نحسب T0 يساوي 2B في تحت الجزر طول الوشيعة 10 سنتمتر نعم طول الوشيعة 10 سنتمتر سنتمتر نعم الآن L بي سي طلابنا من معلومات المكثفة بحسب C ومن معلومات الوشيعة بحسب L ذاتية الوشيعة وأنا متمنى أن تنتبوها بشكل جيد نحسب C من قانون Q تساوي CPU Q تساوي CPU قانون المكثفات هذا يؤدي إلى أن C تساوي Q على U Q نص ميكرو أمبير نص عفوا نص ميكرو كولون نص بعشرة قوناق ستي على U 50 فاللاب نص على 50 يعني واحد على مي يعني بصير عندي تحت عشرة قوة زائد 2 الجواب بيطلع فوق عشرة قوة ناقص 8 فارد هاي C سعة المكثفة من معلومات المكثفة حسب سعة المكثفة أنتقل إلى معلومات الوشيعة ليحسب الذاتي فاللاب انتبهوا فقط إذا يعطيني الطول الوشيعة وطول السلك أنا بحسب ذاتيتها حتى اللي بيستنتج القانون بيحفظه بيعوضه كما بياخذ العالم ما في مشكل يعني بدون ما يستنتج على كل حال أنا رح سنتج القانون حساب ذاتية الوشيعة اعتمادا على طول الوشيعة وطول عشر قوي ناقص سبعة مضروبي ب N مربع N مربع بS مساحة سطح الوشيعة على L على L طلابنا S مساحة سطح الوشيعة مساحة دائرة بR مربع أما N يساوي N فتحة طبعا بما أن الوشيعة مؤلفة من طبقة واحدة فعدد اللفات الكلي يساوي عدد اللفات في الطبقة الواحدة وعدد اللفات في الطبقة الواحدة يساوي L فتحة طول سلك الوشيعة على محيط اللف الواحد 2 بR نحسب عدد اللفات في الطبقة الواحدة إما من طول الوشيعة على قطر السلك أو من طول الوشيعة عفوا من طول سلك الوشيعة على محيط اللف الواحد طلابنا أنا يمكن أعوض الآن في علاقة L وأختصر L تساوي 4B ضرب 10 قوة ناقص 7 نعم N مربع N مربع إذن L فتحة على 2PR وبدل S رح أضع PR مربع والكل على L نكمل طلاب على يسار الشاشي L يساوي L يساوي 4B نعم ب10 قوة ناقص 7 يصبح هدينا L فتحة للتربيع على 2 للتربيع 4 في B مربع بR مربع مضروب في PR مربع والكل على L على L طلابنا أنا بإمكاني يختصر R مربع مع R مربع يصبح لدينا L يساوي نعم 4B نعم بعشرة قوناق السبعة 4B مربع منازل على المقام تصبح L فتحة مربع نعم في B B منازل 4B مربع بL طلاب بإمكاني أنا B ضرب B صار B مربع فبختصر B مع B B ضرب B B مربع بختصر مع B مربع في المقام إذن B مع B مربع مع B وبختصر طلاب الأربع مع الأربع إذن تصبح L تساوي عشرة قوناق السبعة بL فتحة مربع على L طبعا هذا قانون لحساب الذاتي اعتمادا على طول سلك الوشعة وطول الوشعة هذا يؤدي إلى أن L يساوي عشرة قوناق سبعة L ستاش للتربيع ميتين وخمسين ستة وخمسين وL طول الوشعة عشرة سنتيمتر عشرة نعم بعشرة قوناق اثنين طبعا يبقى في المقام عشرة قوناق واحد بختصره مع العشرة قوناق السبعة يبقى عشرة قوناق ستة إذن تبقى L تساوي ميتين وخمسين ستة وخمسين ضرب عشرة قوناق ستة هنري الآن طلاب أعوض لأحسب الدور إذن تسفر يساوي اثنين بي بتحت الجذر L ميتين وخمسين ستة وخمسين ضرب عشرة قوناق ستة طبعا هاي L C عشرة قوناق ثماني عشرة قوناق ثماني سعة المكثف إذن ومنه تسفر يساوي اثنين بي طلاب الميتين وستة وخمسين جذر ستة والعشرة قوناق ستة جذر عشرة قوناق سبعة طلابنا اثنين ضرب ستة عش اثنين وثلاثين اثنين وثلاثين ضرب بتقريبا مي تقريبا مي مي يعني عشرة قوناق سبعة جواب تقريبا عشرة قوناق خمس ثاني عشرة قوناق خمس ثاني فكيف أحسب التواتر إذن التواتر F صفر هو مقلوب الدور إذن التواتر هو مقلوب الدور إذن هو واحد على عشرة قو ناقص خمس ويساوي عشرة قو زائد خمس هرتز طلاب لو دققنا في الإجابات نستنتج أن التواتر عشرة قو زائد خمس يعني ميت ألف هرتز هذا تواتر عالي إذن تواتر عالي هذا بالنسبة لحساب أو للطلب الأول حساب التواتر الإهتزازات بالنسبة للطلب الثاني إذن الطلب الثاني حساب شدة التيار الأعظمي آي ماكس الآي ماكس هي أوميجا صفر بكيو ماكس يمكن أن نحسب الأوميجا صفر من قانون 2B على T0 أو 2B بF0 إذن يؤدي إلى أن أوميجا صفر تساوي 2B ضرب عشرة إذن إذن 2B ضرب عشرة قوية خمسة نعم إذن 2B ضرب عشرة قوية خمسة راديان بثاني ناقص واحد إذن نعوض لنحسب التيار الأعظمي آي ماكس تساوي الأوميجا صفر 2B في عشرة قوية خمسة وكيو ماكس نص نص ميكرو كولون نص بعشرة قوية ناقص ستي فلاب اتنين ضرب صور فاصلي خمسة واحد طيب عشرة قوية خمسة ضرب عشرة قوية ناقص ستي يبقى عشرة قوية ناقص واحد الجواب ضرب عشرة قوية ناقص واحد امبير طبعا البي يعني منكتفي بهذا الجواب او البي 3.14 ضرب عشرة قوية لاقص واحد يعني كانك تكتب صفر فاصلي 314 امبير لست